السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلنا في أيام مليئة بالنور أيام مليئة بأسرار سلام نية حتى مطلع الفجر احنا في رمضان اخترنا ان احنا نمسي رحلة السلام رحلة السلام في كل أيام رمضان والنهاردة هو وصلنا لـ 28 رمضان وأحب النهاردة أكلمكم عن سلام لو عشنا بيها تتغير حياتنا بشكل كبير جدا 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 بعد ما كنا من التكلم على كل أنواع السلام اللي بتفتح القلوب وبتخلي الإنسان حاضر في حضرة مولاه ومتيقن نوه في حضرة مولاه كلابد ألا يغيب نوع من أنواع السلام اللي لو حصل ودخل قلب الإنسان ده بتتغير حياته بيشوف الدنيا من عالم آخر بالعكس بيشوف الدنيا من وسع بيشوف الدنيا وكأنه وسيرها من جنة الملك سبحانه وتعالى ايه السلام اللي انت هتكلمني عنه دوته اللي بيغير حيات الإنسان هو سلام بيتعلق بعقيدة سلام بيتعلق بيقين سلام بيتعلق بمحبة سلام بيتعلق بمعرفة وهو سلام الغرق في الفضل نحن غرقة في فضل الله هنتعلم النهاردة ازاي نعيش وإحنا غرقانيين في فضل الله علينا ومع اقترابش انتهاش الرمضان في ناس كتيرة بيحصل لهم مشكلة بيحصل ايه؟ بيتجه ان هي تعمل الشيء اشبه بالحساب الختامي يعمل حساب ختامي وانت بتبدي جنبا عن اللي عملته طول شهر رمضان وتشوف هيساوي كام وتضربه في مقدار الحسنات والاضعاف سواء بعشر اضعاف او بسبعين ضعف وكانهم بيشوفوا مكافئة نهاية الخدمة بيشوفوا مكافئة نهاية الخدمة هتطلع كام الناس دولة عندهم قافة شديدة وسيئة وبتعكر عليهم العيش بسلام الغرق في فضل الله